إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أحبتي في الله خلق الله تعالى الإنسان من روح وجسد وجعل للروح غذاء وللجسد غذاء وللروح أمراض وللجسد أمراض وأمرنا أن نهتم بالروح والجسد وأن لا نفضل أحدهما على الآخر بل أمرنا أن نهتم بغذاء الأرواح بصفته المنجي من الهلك والموصل إلى رض الله الموصل إلى سعادة الدارين أحبتي في الله قال الله تعالى في غذاء الأرواح وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال الله تعالى في لباس الأرواح وهو التقوى والأخلاق الفاضلة ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير وأمر الله عباده أن يأكلوا من الطيبات وأن ينتشروا في الأرض وأن يعملوا الصالحات أحبتي في الله إذا نظرنا إلى الناس وجدنا منهم من يهتم بجسده ويزهد في روحه ومنهم من يهتم بشسده وروحه ومنهم من يهتم بروحه وجسده ومنهم من يهتم بروحه ويتناسى جسده والذي نريد أن نتحدث عنه ما يفعله العقلاء الذين يطلبون الآخرة ولا ينسون نصيبهم من الدنيا الذين يغذون أرواحهم بالإيمان ويلبسونها بالأخلاق الإسلامية الفاضلة حتى إنك لتجد روحه في أبهى صورها وأحلى تجلياتها قريبة من الله تحب الخير وتأنس به أحبتي في الله نعوذ بالله من حال الذين لا يفكرون في غذاء الأرواح ولا في لباسها وإنما همهم هم الأنعام يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام نعوذ بالله من هذه الأحوال أحبتي في الله القرآن الكريم موعظة الله قرآن الكريم وسجل الأخلاق الفاضلة من تمسك به وصل إلى الدرجة العالية من غذاء الروح يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أحبتي في الله إن مما ننتقد فيه أنفسنا أن نهتم بغذاء أبنائنا وبناتنا وأهلينا في غذاء الأجساد ونتجاهل غذاء الأرواح نتجاهل الأخلاق الفاضلة والسمات الحسنة والتنافس على فعل الخير الذي هو غذاء الأرواح أحبتي في الله المرء بروحه وجسده وإن كان هناك تفاضل فهو بروحه أولا الأجساد بغير الأخلاق ليس لها قيمة ولذلك أحبتي في الله ونحن نتحدث عن الغذاء يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا وأهلينا أهمية غذاء الأرواح والبعد والحذر من الأمراض التي تكون نتيجة نقص الأغذية عندنا أمراض نشكو منها ونخاف منها على أهلنا هذه الأمراض ذكرها الله تعالى في القرآن وهي نوعان مرض شبهة ومرض شهوة ونسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ أهلنا من هذه الأمراض قال الله تعالى وَلْيَقُولُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ هذا مرض مرض شبهة مرض نفاق نسأل الله العافية والسلامة وهذا المرض يوصل إلى سجن من أكبح السجون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذا المرض أنواع كثيرة أسوأه مرض النفاق والنوع الثاني من الأمراض أمراض الشهوات وهي متعددة من الناس من يُبتلى بمرض شهوات الأموال تجد عندك خير ويأخذ رشوة عنده ملايين ويأخذ ربا ويغش الناس يسرق ومن الناس من يُبتلى بمرض شهوة النساء ومن الناس من يُبتلى بمرض شهوة الجاه وما يُوصل إليه من الكبر والظلم وغيره هذه أمراض الشهوات والله تعالى يقول فيها وَلَا تَفْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض 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 شُبْء شهوة لأن بعض الناس عندما يسمع الغنج في أصوات النساء يُصِبُهُ خَلَل في توازنه وهذا هو مَرَض الشهوة الذي قال الله فيه وَلَا تَفْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَلَا تَفْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَسَلَامَتِهَا مَسْؤُولٌ عَنْ نَمَائِهَا وَتَزْكِيَتِهَا قال الله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَاللَّهُ تعالى مَنَّ عَلَيْنَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتَهَ وَيُزَكِّيْهِمْ يُزَكِّيْهِمْ تَذْكِيَةِ الْأَرْوَاحِ هِيَ طَرِيقُ النَّجَاءُ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْجَلِيلِ لِيُّ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللشانه وأشهد أن نبينا وحبيبنا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أحبتي في الله كما أمرنا الله تعالى بغذاء الأرواح أمرنا بغذاء الأبدان أمرنا بغذاء الأبدان ونهانا أن نكلف أبداننا ما لا تطيق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في متعب نفسه إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى والله تعالى أمرنا أن نأكل من الطيبات كلوا من الطيبات وعملوا صالحاً واسمعوا أهل الكهف لما خرجوا من الكهف وكان معهم النقود بعثوا أحدهم ليشتري لهم ماذا؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذا لماذا؟ يشكري أزكى طعام في المدينة أطيب طعام في المدينة لأن المؤمن مأمور بأن يهتم بجسده وأن لا يكلف جسده ما لا يطيق وأن يختار له من أطيب الطعام لكن أحبتي في الله إذا سلك الإنسان طريق الشيطان اختار له الخبائث وسماها الطيبات انظروا الآن الذين يشربون المسترات ويتناولون المخدرات تجد الشيطان يسميها لهم بأحسن الأسماء ويختار لها أطيب الصفات وهي بإجماع العقلاء كلهم ضارة مضرة لا تستحق هذا الإسم الذين يتناولون الدخان الآن ويكيفون به على حالهم كما يقولون هم يعلمون أنه مضر رب العالمين أحبتي في الله يريدك ألا تتناول ما يضر جسدك لأنه يحبك ويحب بقاءك وانتفاعك تأمل قول الله تعالى يوصيك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم اسمعوا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا أَحِبَّتي في الله ما أسوأ حظ الذين يغشون الناس في أطعمتهم أو يخادعونهم في أدويتهم أو يفسدون عليهم أرزاقهم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وأي شيء أصعب من أن يكون ليس من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتباعه أحبتي في الله إن الذين يغشون الناس في مآكلهم ويجلبون لهم الأمراض إن هؤلاء يقتلونهم قتلاً بطيئاً وربما تسببوا في إيصالهم إلى الموت عمداً عدواناً فاستحقوا ما ذكره الله تعالى بهذه الآية وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلِيهُ وَلَعَنَهُ هؤلاء يقتلون أناس كثير لا يقتلون واحداً ولا اثنين هم يغشون ويتركون الناس يتناولون هذه الأطعمة المكتوشة أحبتي في الله صلوا على الرحمة المهداة الذي من الله علينا به ليخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحم حوزة الدين وانصر إخواننا المجاهدين وارحم إخواننا المستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح علماءنا وولاة أمورنا واجعلهم هداتاً مهتدين غير ظالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا اللهم اغفر لجميع قرابتنا المؤمنين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله تدبروا قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا كتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أتم الصف الأول في الأول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً واصيلاً هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا من النَّارَ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أَمْ نَجْعَلُوا المُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله